كتير من الدجل والشعوزة وبنقول للناس يا جماعة خلي بالكم خليكم مع اعمال العلم واعمال العقل واعمال الطب واعمال صحيح الدين وروحوا للمتخصصين لو عندكم مشاكل لكن الناس مصممة للزهاب للدجالين فالقضية اللي حتشوفوها يعني طبعا الضحايا مش هنقول اسمائهم يعني معانا احدى الضحايا لكن دجال عشان يحل مشاكل الناس بيقنعهم ان العلاقة هي الحل وانه علشان يحل لها مشاكلها فلازم تقوم نوع من العلاقة الخاصة شوفو ازاي الناس ممكن انها بسبب البحث عن حلول مشاكلها فتقوم تسقط في مشاكل تانية معانا احدى الضحايا وهي مش عايزة تقول اسمها دي قضية احد المشعوذين بيجذب ضحايا بهذه الطريقة اهلا بيكي سمعانا حددك ممكن نقطة تلفزيون اه نقطة تلفزيون بس او تبعيد عن التلفزيون لانه الصوت في مسافة زمنية شوي قوليلي حددك انت دجال ومشعوذ يعني ايه اللي خلاكو يبقى ملجأكو هو الدجال والمشعوذ قبل ما نقول ايه اللي حصل بعد كده يعني حدرتك مفيش انا في مشاكل بيني وبنجوزي وكده وفيه واحدة حدرتك قدتني الكارت بتاعه وانا في المستشفى اه كنت تعبانة وبعمل جلس اكسوجين حدرتك اه بس تصلت بيه كان طالب مني قال بعد ما حكيت له مشكلتي وكده طلب مني حدرتك خمستاشر الف جنيه على تلات جلسات كل جلسات خمس تلف جنيه اه يعني خمستاشر الف جنيه على تلات جلسات اه حدرتك ده على اعتبار انه اه حلال مشاكل يعني لأ حدرتك انا الفت اللي تبيتني الكارت بتاعه حدرتك قالتلي انه هو بنتها مكادش بتخلف وجابت اربع عيال لما طبعت مع الشيخ اهاب يعني يعني طب انا هسمعك للاخر يبقى نلغي قليات الطب يا جماعة ونلغي اه العلم اه تمام اه فانت المهمة عايزة حلل مشكلتك فروح تيله يعني اه حدرتك انا لأ انا ما رح تلوش حدرتك انا اتصلت به اه عن طريق التليفون حدرتك وكلمته وقلت له اه اسمي طبعا وحاكت له حدرتك عن المشكلة اللي عندي بيني وبنغوزي وكده وحدرتك هو قال لي موضوعك هيتحلل بخماشر الف جنيه كل جلسة تلات تلاف جنيه اه خمس تلاف جنيه اه وطب اه حدرتك ممكن شرفيني في بيتي او في المكتب طبعا رفضت حدرتك قلت له طب تعال لنا انت البيت قال لي لأ اه خلاص قلت له طب خلاص شكرا اصلت مع حدرتك بعدها حوالي النص ساعة عليته بيكلمني قال لي خلاص نتقابل في مكان عام اه اه حدرتك عايزي قابلته يعني لما عرفته كده قابلني في مكان عام يعني اه بعد ما قابلته حدرتك اه ايوة انت مدام كزا قلت له حدرتك اه انت حدرتك الشيخ ايه بقال لي اه اه بس حدرتك قابلته مرة واتنين والتالتة كل مرة اتفقنا بعد كده بعد الخمس تلاف دول وصله لاربع تلاف جنيه في الجلس يعني كله اتنشاة الف جنيه اه اتلات جلسات حدرتك فا ادي له لاربع تلاف حدرتك يدي نشانطة فيها عشاب وقل لي استخدمها ازاي كل ده في الشارع ما عرفش بيته ولا عرف اي حاجة حدرك اول ما كلمته خالص قال لي انا جزغت رئيس المباحث هنا في المكان اللي انا قدمت البلاق فيه اه فقى حدرتك انا يعني هو لما قال لي كده انا اتطمنت يعني جزغت رئيس المباحث اكيد مش هيد حقا علي ده لك ثقة يعني اه اه حدرتك ما انا معرفش ما انا يعني اه انا متعلمة لكن بدأ بعد كده يسومك في العلاقة الخاصة يعني لأ بصة حدرك بعد اقتلت مرات دول في العلاق ما جابش النتيجة فلما كلمت وقال لي لأ انت معمول لك عمل صفلي والصفلي دوا ان لازم يتحلب حاجة مش كويسة يعني قال لي عليها بالعلاقة يعني اه اه حدرتك وقال لي حدر عليك جنية وحدر عليك جن وكده يعني يعني بيخدعوا الناس وطبعا لانه عدد حدرتك انا لان المباحث اكتشف ان فيه عدد كبير من الضحايا كمان يعني اه حدرتك انا ده اللي اكتشفته برضو اكتشفت ان هو موظف الشكل حدرتك انا معرفش ده كله طبعا موظفين حدرتك بقى الاسم وبلغت حدرتك اول ما انا روحت اول ما المفروض ان هو كان جايلي عشان يعني يعمل معي اللي هو عايز يدون حدرتك انا قلتها راح ابلغ انا ما كانش فيدي حاجة غير ان انا راح ابلغ اه يعني انت بلغتي وهم قالولك اتفق معي للمعاد وكل حاجة يعني اه حدرتك وقداني المعاد طبعا انا رفضت فقالي طب خلاص تعالي انا هتديك فلوسك هتديك اللي انت عايزة هنا انا عايزة الاتنشر الف الطوع علاجك ما جابش نتيجة معي انا عايزة فلوسك قلت اه اول ما عرفت ان هو جيل مكان لنا كنت بقى قبله في حضرك اللي هو في الشارع رحت فلحت عنا حضرتك والما بحث مزلت معي اول ما سلم علي بيقول لي ايما مدام كذا قال لي اسمي جبت وكان طالب مني خمس ثلاث جنيه اجيبهم ونجايا جبت الخمس ثلاث جنيه عشان احلالي لك عملك بالصفل والكلام ده لقيت حضرتك المباحث مسكو وحضرتك وهم مسكو كان في حد تاني شخص تاني واقف معي كان هو لسه مزيله علاج برضو اعشابه كده بس وحضرتك اه دخلنا النقطة وبعدين بعدك عرفنا الاسم عملنا حضرتك محضر وهو قال لنا عزيك فلوسك بس تنزلي عن المحضر طبعا رئيس المباحث مشكورا يعني قال انتنزلي عشبا لما تردي فيلوسك حضرتك ورا النهاردة كنت في اننيابه وامبارح كنت في النيابه النهاردة راحت حضرتك اتنزلته وخدت فلوسي بس حضرتك ما تبنيش تلوسي كاملة اهلو اضحكوا علي ولما جيت خضرتك نزلت تحت لا اتنزلت عن ايه اتنزلتii عن ايه اتنازلت عن المحضر. اه. وقالوا لي اعزيك فلوسك وتنازلي ووكلي الميابة قال لي لو انت عايز نازلي بستخذي فلوسك. طيب ولايتي في ضحايا تانين? او حضرتك وانا في الاسم حضرتك داله تليفوناك كتير جدا ورسائل من ستات ورجالة معرفش طبعا اسميهم لان دي حاجة انا مش هتدر خالف فيها ما تخصنيش. حضرتك يعني ناس كتير جدا واخد يعني واخد من واحدة تلاتين الف واخد من واحدة معرفش اربعين الف انا ارقام مهولة. طيب يعني هنا طب ا اه كان لازم تصمم على البلاغ يعني. ما حدش بلغ حضرتك اه في الاسم غيري انا. يعني حضرتك ما حدش يعني انا بقول له اسم بحثة بالناس دي قال لي يا مفيش حد جي لو حد جي اكيد هو محبوس على زمت القضاء. لكن حضرتك مفيش حد جي. طيب اه ايبقى جماعا خلي بالنا من ده اه دجال ونصاب ياخد الفلوس وبعدين بيعمل العلاقات الجنسية مع السيدات تحت شعار اه بيخلصهم اه من الجن اه شوفوا يعني يا جماعة الناس اه وهنا بقى بيحطم عائلات وبيحطم اصر اه وبعد كده ده المصايب بتتوالى بعد كده يعني بيبتدي ابتز الناس اه يعني اه اه بالتأكيد لما بيعمل ده هيبتز الناس والمزيد من الابتزاز وهو مسلسل بنشوفه كثيرا يعني طيب يا لكن انت التعصطي من الموقف ده. اكيد حضرتك بص حضرتك انا اول ما دخلت الرئيس المباحث سروة انا عارفة ان غلطت ان انا ما اتبعتش ربنا ومشيت ورا الكلام ده. اه قال لي انت انت معترف اني غلطانة. اطبع حضرتك انا غلطانة واي اقوبة حضرتك افراعي. مشكورك اه اتمنى يا جماعة انه الناس كلها تستفيد من ده. العلم والطب وصحيح الدين العقل انما نلجأ للدجل والشعوزة اه بهذا الشكل ونضيع صمعة عائلات ونحطم بيوت.